بسم الله والسلام على رسول الله. اليوم سوف نرى التطبيق في درس الحركة الكواكب والأقمار الإصطناعية. التطبيق في درس الكواكب والأقمار الإصطناعية. يدور كوكب زحل حول الشمس على ما صار نعتبره دائريا. مركزه ينطبق على مركز القصور أو للشمس. بالنسبة للتمثيل هو هذا. كنعتبر الكوكب زحل يدور وفق ما صار دائري حول الشمس الشمسية. لديها شعاع غيون لمركز الشمس ينطبق مع مركز أو بحركة منتظمة الشكل. نرمز للشمس أس بالرمز أس والزحل بالرمز ج. أول سؤال. متى القوة التي تطبقها الشمس على كوكب زحل ثم اعطي تعبيرها. لديها الشمس على كوكب زحل. لديها الشمس على مركز. كوكب زحل يدور وفق ما صار دائري. نعتبره هذا. القوة المطبقة هي قوة التجاذب الكوني. هي القوة الوحيدة في هذه الحالة. لديها الشمس على كوكب زحل ثم اعطي تعبيرها. القوة الوحيدة هي قوة التجاذب الكوني. مثلها تكون من مركز لمركز. مركز الجسم الأول إلى مركز الجسم الثاني. بما أن المطلوب مننا هو القوة التي تطبقها الشمس. إذن منحها سيكون نحو الشمس. حيث الشمس هنا تطبق قوة جذب على كوكب زحل. إذن التمثيل سيكون من المركز نحو الشمس. نسميها Fs sur G. إذن هنا نطلب مننا التمثيل ثم اعطي تعبيرها. التعبير بالنسبة للتعبير. نعم Fs sur G. كما ديج أعطيتكم قبل في التلخيص تيلت الطرس. كتساوي الجيلي هي تابت التجاذب الكوني. فو الكتلة ديال زحل. نسميها Petit M G. فو كتلة الشمس. Grand M S. مقصومة على المسافة الفاصلة بينهما. مربع. مربع المسافة الفاصلة بينهما. مربع المسافة الفاصلة بينهما. على حسب المعطيات اللي عندي في التمرين. كنلاحظو هنا. المعطيات هي التحت. أعطينا كتلة الشمس. M S. أعطينا شعاع مدار زحل. إذن شعاع مدار الزحل. قلنا في البداية بأنه مصار دائري. إذن شعاعه. بما أننا كنهضر على مصار دائري. هنعطينا الشعاع يعني من المركز. من المركز الدائرة. إذن كنقصدو هاد المسافة هاد. شعاع مدار زحل. رحل الر. رحل الر. نقصدو 6.8. يسى لكوصدو 8 كيلومتر. إذن هاد المسافة هاد. هي ما يسمى شعاع. من المركز حتى المركز. يسعى رحل الر. نقصدو بالضي. اللي هي المسافة الفاصلة بين مركز الشمس ومركز السرحل. بالر. ولدينا. بالضي. اتقال. رحل الر. إذن التعبير. قوة التجادب الكوني. F S. سور ج التقالة ج فوا بتي ام ج فوا غران ام اس سور بتي ار او كاري هنا انا نسميها او او الان لحسب المعلم فريني اذا نمثلها المتجهة انا هي هذه اذا هذا التعبير القوى الخاصة بالتجاذب الكوني القوى التي تتبقها الشمس على كوكب زحل التمثيل ديالها هو هذا والتعبير ديالها حسب قانون تجاذب الكوني هنا حسب قانون تجاذب الكوني بالنسبة للسؤال الثاني نضرح حركة كوكب زحل في المرجع المركزي الشمسي الذي نعتبره غاليليا بيستبق القانون الثاني لنيوتن او جيد تعبير التصارع لحركة مركز قصور لكوكب زحل اذا بيستبق القانون الثاني لنيوتن نطبق القانون على كوكب زحل كمجموعة مدروسة اذا من المجموعة القيوة الخارجية هنا لدينا قوة وحيدة وهي قوة التجاذب الكوني فس سور ج اذا لنخرج التصارع نقوم بإسقاط الإسقاط لنسقط العلاقة على المحور نقوم بمعلم فرنة الثاني التمثيل دي المعلم فرنة هو هذا لدينا المتجهة U المماثية المتجهة N المنظمية إذا لنسقط العلاقة على المحور N لنسقط ستبقى لنا F S سور ج إتقالة M هنا A N A N في هذه الحالة سنجعلها هكا يلي بغنا نخرجه إذا نقوم بإسطبيق نعوضه هنا M الكتلة الخاصة بتوكب زحل M G إذا نعوضه بتعبير F القوة التجاذب الكوني c'est G fois M G fois MS sur R au carré إتقالة M G A N إذن تلاحظو بأن M G هنا و M G هنا ستبقى A N إتقالة G MS sur R au carré هذا التعبير سؤال هو أوج التعبير التسارع A هنا أعطنا التعبير للتسارع A بنسبة لحركة مركز قصور كوكب زحل السؤال 3 أعطنا التعبير الحرفي للسرعة V للكوكب في المرجع المختار بدلالة تابتة التجاذب الكوني الج وكتلة الشمس وشعاع المضار رائغ ثم أحسب قيمتها إذن بالنسبة للسرعة سأخذ القيمة للسرعة سأخذ لكوكب زحل التسارع في المعلم الفرينة لدينا سأخذ سأخذ كوكب زحل كوكب زحل كوكب زحل سأخذ سأخذ السرعة مس سأخذ سأخذ السرعة ثم أحسب قيمتها بالنسبة للحساب سأخذ العدد المترجع سأخذ السرعة مس سأخذ الشمس بالكيلو سأخذ بالنسبة غيون رائغ الشعاع بالكيلو سأخذ المترجع هذا المترجع من تعبير دور كوكب زحل حول الشمس بدلالة شعاع المدار R والسرعة V ثم احسوب قيمته ثم احسوب قيمته نعلم ان من خلال العلاقات التي اعطيتكم قبل اعرفوا ان التعبير الدورتك يساوي 2P و هنا علاقة ما بين اوميغا و لا فيدس السرعة الزاوية هي V اتقالة R سوف نعود و اوميغا سوف نقوم بV فيدس سوف نقوم بها في العلاقة و من الصين التعبير يطلع الدور في هذه الحالة كوكب زحل حول الشمس بدللة الاغ و السرعة يطلبون منها فقط بدللة الاغ و احسب قيمة الاغ لدينا كوكب زحل كوكب زحل سؤال الخمسة خامسا استنتج تعبير القانون الثالث لكي بلغ بالنسبة للقانون الثالث لكي بلغ ثالث لكي بلغ ما يقول لنا القانون يتناسب اضطراضا مع مربح او مع مكعب منتصف الاهليليج او منتصف المحور الكبير الاهليليج في الحالة الاهليليج في الحالة الحركة الدائرية لمنتصف القطر دائره هو الشعاع اذا في هذا الحال لدينا مسار دائري التأوكاغي 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 هذه اللي غصنا نبينه نجوج قليل العلاقة التي وصلنا إلى الهوم لدينا تي اتغالى دي بي سور في فو ار هذه العلاقة الأولى و لدينا كذلك العلاقة الثانية هي العلاقة دي تلادي داس هي هذه. لنأخذها حتى نأخذ بها. اتغالى جدر ج فو ام اس سور ار هي هذه العلاقة اللي دي جرقنا في الاول. اذا كنت تلاحظوا هنا. عندنا في و لدينا التعبير دي الفي دونك غدي نأخذ هالتعبير هادا دي نعوض به هنا. لنعوض هذه نسميها علاقة واحد. هذه العلاقة جوج. لنعوض بالعلاقة جوج في العلاقة رقم واحد. اذا كنت تلاحظوا في التعبير دونك غدينا تي اتغالى دي بي سور في اللي هي الغاسين دي ج فو ام اس سور ار فو ار. دونك هاد الغاسين هادا فيه الجدر فيه الكسر دونك موكين قلبو يا اوب ي surgeon رقم واحده اتخذ رقم واحده ان دذيتك بالكبران قلبو اللي c is bride. ايصleri de الله بنهاج الاجب ايصح ايصري دونك تي يمكنك؟ يمكنه الد PM through the OO شادري دونك زي او س رقم استسجددا رقم واحده دونك رقم سوف نحن اسمنا لغاية الر . كامر أستلاتي إذن أدوى تنبي